ناقش رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني مع السفير الأمريكي لدى العراق ماتيو تولر والوفد المرافق له العملية السياسية في العراق وخطوات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وجدد تولر تأكيده دعم بلاده لاستقرار إقليم كردستان والعراق مؤكدا أن الولايات المتحدة تريد أن تكون الحكومة العراقية المقبلة حكومة قوية مثمنا دور الرئيس البارزاني في تأسيس كردستان والعراق الجديد والعملية السياسية العراقية كما تبادل جانبان الأراء بشأن التحديات والمعويقات التي تعترض العملية السياسية والضغط على الأحزاب السياسية لإرباك تنفيذ الإجراءات الدستورية والديمقراطية في العملية السياسية العراقية وبهذا صدد قال بارزاني أنه من أجل تصحيح الوضع في العراق على مجلس النواب والمؤسسات الأخرى القيام بواجباتها الطبيعية وتنفيذ مبادئ الشراكة والتوازن والدستور بعيدا عن أي ضغوط ترجمة نانسي قنقر